أعلن مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبدالكريم تفرغينيت عن توظيف عشرة ألاف أستاذ جمعي من حميد شهادة الدكتوراه والماجستار وقال المتحدث الجمعة في تصريح القناة الإذاعية الأولى أن العملية تتعد أكبر عملية توظيف في تاريخ الجامعة الجزائرية مشيرا إلى أنه تم تخصيص ميزانية سنوية تقدر بأربعة عشر مليار دينار وأكد المتحدث أن عملية التوظيف ستمس عشرة ألاف أستاذ جمعي من بينهم ألفي باحث